عرفنا في الفيديو السابق المقصود بالمهنة وميزناها عن النشاط الحر أو ميزناها عن الهويات وحتى أننا نستطيع تمييزها عن العمل فالمهنة هي ما تختلف فيها عن العمل وأنها مجال احتراف يعني الإنسان يأخذها كتخصصه فالمهنة تتطلب التخصص تتطلب الخبرة في ذلك المجال بينما العمل قد لا يتطلب ذلك باستمرار العمل قد يكون عمل جزئي في فترة معينة يقوم به ربما غير المختصين لكن المهنة تتطلب تخصص الكهربائي لابد أن يكون مختص وخبير في الكهرباء النجار لابد أن يكون مختص وخبير في النجار لكن مثلا عمل طارق هكذا يعني بالصدفة وعمل مؤقت أو عمل يومي قد لا يتطلب المهنة شرطا لابد أن تكون مستوى تتطلب الاحتراف تتطلب التخصص تتطلب الكفاءة في ذلك المجال لكن هل تحتاج المهنة إلى أخلاق ياد؟ يعني المهنة التي يمتهنها الجميع اليوم الطبيب صاحب مهنة المهندس صاحب مهنة المعلم صاحب مهنة القاضي صاحب مهنة المحامي صاحب مهنة المهندس صاحب مهنة الكهربائي صاحب مهنة الخباز صاحب مهنة النجار صاحب مهنة الطيار صاحب مهنة السائق تاكسي صاحب مهنة كل 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 هذه المهنة طيب المدرس صاحب مهنة طيب هل السؤال هنا هل تتطلب المهنة إضافة إلى الاحتراف والتخصص والكفاء هل تتطلب أخلاقيات إذا كانت تتطلب أخلاقيات ما المقصود بأخلاقيات المهنة إذن وهو على فكرة هذا المصطلح مهم جدا بالنسبة لنا لأن هذا عنوان المقر أخلاقيات المهنة طيب ما المقصود بأخلاقيات المهنة نحن حاولنا في هذا المقر أن نلخص ونقدم تعريفا دقيقا ومختصرا أقصى ما يمكن لأن هناك أدبيات في هذا الموضوع في تعريف أخلاقيات المهنة هناك كلام كثير ولكن حاولنا تيسيرا على طلبنا وعلى المتابعين أن نقدم شيئا دقيقا ومباشرا يعني يمكن أن تختزنه الذاكرة سواء الذاكرة الصوتية السمعية أو الذاكرة المرئية البصرية سواء كان في قالب فقرة أو في قالب أيضا شرح صوتي إذن الأخلاقية المهنة The work ethics La deontology هي مجموع الأحكام القيمية التي تتعلق بضبط الأفعال الإنسانية من ناحية أنها خير وشر وهدفها السمو بها بتلك الأفعال لتكون سلوكا أخلاقيا يقره الضمير والدين والمجتمع لكن أين هذا؟ هذا في مجال المهنة في مجال العمل إذن هناك عمل مجال مجال عمل مجال مهنة هذا المجال لابد أن نحكمه بقواعد لابد أن ننظمه بقواعد هذه القواعد هي عبارة عن حصن لتلك المهنة وللمشتغلين فيها لأنها أحكام تضبط سلوك الأفراد بضابط الخير والشر وتهدف إلى أن يكون سلوكهم سلوكا داخل المهنة سلوكا أخلاقيا يقره الضمير والدين والمجتمع وتتكون هذه الضوابط تتكون هذه الضوابط من مجموعة من القواعد التي تبين للأفراد كيف يتصرفون في الحالات والمواقف التي تعرض لهم أثناء آدائهم لمهنتهم دون أن يخالفوا في ذلك العرف السائد في مجتمعهم أو العقائد الدينية المتبعة لديهم يعني يعني لما ربما المثال هنا يقرب الصورة لما نشتري مثلا جهاز حاسوب فإننا نشتري معه كتاب استعمال طيب ما قيمة كتاب الاستعمال قيمة كتاب الاستعمال حتى لا نسي استخدام الجهاز ذلك الجهاز حتى نحسن استخدام ذلك الجهاز حتى نعرف كيف نشغل ذلك الجهاز حتى نستعمل استعمالا سليما يؤدي إلى تحقيق أهدفه بذلك الجهاز طيب أخلاق المهنة بدورها لا يمكن للمهنة أن تسير دون ضوابط دون كتاب معها إرشادي يشير إلينا كمهنيين ما يجب أن نفعله وما يجب أن نتجنبه لأن السلوك داخل المهنة ليس سلوكا عشوائيا وليس سلوكا يخضع إلى الميزاج الصرف وليس سلوكا يخضع إلى الرغبة بل بالعكس لماذا؟ لأننا أولا في المهنة نعيش مع آخرين لأننا ثانيا في المهنة نحن تحت نظام المهنة وليس حرارا حرية مطلقة ثم ثالثا لأننا في المهنة جميعا تحت مسؤولية العمل رابعا لأننا في المهنة أمام معيدين أو مراجعين لنا يطلبون من الخدمة خامسا لأننا في المهنة أمام عبادة بالمعنى الديني لأننا في العمل الشريف نحن نقدم عبادة الله سبحانه وتعالى إذن كل هذه الخصوصية تجعل من المهنة مجال لابد أن ينضبط بقواعد لا يمكن أن يكون هكذا يعني منفلت وكل فرد يتصرف فيه بطريقة دي طيب ما هو السابق وقلنا تعريف الآن مفهوم أخلاقية المهنة أخلاقية المهنة من جهة المفهوم هي المبادئ والمعايير التي تعد أساسا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة إذن جملة من المبادئ والمعايير هي مرجع مطلوب لسلوك الأفراد داخل تلك المهنة أحيانا كثير من الشركات كثير من المؤسسات لديها كتيبات صغيرة تطالب من المنتسبين إليها حديثا بالاطلاع عليه طبعا هذا الكتيب يكون من قسم الموارد البشرية ويساعد المنتدب الجديد على فهم نظام العمل وعلى فهم قواعد التعامل لأنك أنت ستدخل على مجتمع صغير جديد هذا المجتمع عنده نظام تواصلي خاص به في داخل المؤسسة عنده شفرات تواصل يمكنك الكتيبات أو أحيانا أيضا التوجيه المباشر من أحد الموارد البشرية مسؤولين موارد البشرية فذلك يساعد بشكل كبير على فهم أخلاق المهنة في ذلك المجال الذي أنت منتدب إليه إذن قلنا المبادئ والمعايير التي تعد أساسا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة والتي يعتمد عليها المجتمع لاحظ ليس فقط المؤسسة في تقييم آداء العمال إجاما أو سلبا لأن المجتمع والمدراء والمؤسسات الأخرى والدولة لا تستطيع أن تقيم آداء موظفيها إلا بمعايير معينة منها معايير الإنتاجية يعني مدى إنتاجيتهم هذا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المردود لكن على المستوى أخلاقي يكون ذلك بمدى التزامهم بقواعد والمعايير المطلوبة كما تعبر أخلاقية المهنة عن مدى التزام المسلم بأخلاقه الإسلامية المرجعية للسلوك في العمل أخلاق العمل إذن أخلاقية المهنة بالنسبة للمشتمع المسلم وبالعام المسلم تعبر أيضا عن مدى التزامه الديني لماذا؟ لأنه قلنا كم من مرة في هذه كرناها كم من مرة في هذا الشرح من أن الأخلاق في الإسلام هي جزء من الإيمان وأنه لا إيمان لمن لا أمنة له وأنه لا دين لمن لا عهد له هذا حسب نص الحديث الشريف لرسول عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر